الى موضوع مختلف تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة اعتمدت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة خلال اجتماعها اليوم برئاسة معالي احمد جمع الزعابي نائب وزير الشؤون الرئاسة رئيس اللجنة اعتمدت مجموعة من المشاريع الاسكانية والخدمية للمواطنين وتطوير بعضها في مختلف مناطق الدولة بتكلفة 314 مليون درهم وتضمنت المشاريع عددا من الطرق تشمل مشروع صيانة وتطوير ورفع كفاءة الطريق بين دول الطويين طريق الامارات شارع الاتحاد اضافة لباقي المشاريع التي تصب في خدمة المواطنين